بسم الاب والابن والروح الكلس الى واحد همين انا مجدل الاب والابن والروح الكلس الان وكل اوان والله ظهر دور كلها همين السلام لكل اولادنا وبناتنا متابعين قناة تنهوس ايروك مبسوطين متابعاتكم لينا مبسوطين جدا جدا ان انتوا بتهتموا بحفظ الالحام تحت الكنيس انا احفظ مع بعضين النهاردة ختام صلوات العيد الايامة احنا اخذنا قبل كده ختام الصلوات بتاع الصcak الكبير اللي هو الايام وبتاع صبوته العحد وهنبدأ بعدنا احو نحفظ بعيدة الختام الصلوات وفيه ختام الصلوات العادية اللي هي بتتقال في الايام السنة النهاردة نحفظ الختام الصلوات اللي بتقال من ليلة عيد الايامة الى اليوم اللي الذي ياسبك عيد الصعود يعني تسعة وتلاتين يوم طبعا نعيد الصوت العيد الاربعين فالقداس القبل عيد الصعود على طول ده تبقى اخر مرة بنقول فيها الجزء اللي احنا هنحفظه مع بعضينا. طبعا احنا عارفين البداية بتاعتها اللي اعمينا الليل ويازوك سابقة ريه. في النص يرى فيه جملة. وقبل كده قلنا تقريبا في فيديو سابق قلنا ان الختام الصلوات دوت احنا عندنا كم ختام صلوات مختلف على مدار السنة التوتية. يعني من اول يوم واحد توت لحد يوم الاخير من شهر نسي او اليوم الاخير من شهر الاخير اللي هو اللي قبل شهر النسي هو مصرة. تمام? في كزا جملة ختام صلوات جملة مناسبة. احنا عندنا اربعتاشر عيد سيدي. يبقى اربعتاشر اه ختام صلوات الاربعتاشر جملة. كده اربعتاشر جملة وعندي تلاتة اللي هما الاهوية والمياه والزروق ادي سبعتاشر. تمام? وعندي الجملة اللي هي بتاعت اسبوع الالام. يبقى كده كم? تمنتاشر. وعندي جملة تاعت عيد النيروز. ادي كده كم? تسعتاشر. تمام? وفي الجملة اللي هي بتاعت الصوم الملاد. ادي عشرين جملة. تمام? والجملة هي هي بتاعت اسبوع الالام هي هي برضو بتاعت 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 الجملة هي هي برضو اللي هي بتاعت عيد الصليب. وفيه عندنا كده احنا وصلنا لحد عشرين جملة. اه جملة مناسبة. وفيه عند الاتنين بتاع الصوم الكبير والايام ادي كده يبقى اتنين وعشرين جملة ختام صلوات. احنا هنحفظ مع بعضين النهاردة الجملة بتاعت عيد الايامة بتتقال من اول يوم الليلة تعيد الايامة لحد اليوم اللازي زياز بك عيد الصوت. ابقورو الايامة. الجملة اللي في النص بتقولي كمان مرة نسمع وده العيد الايامة من العيد السيدية الكبيرة احنا عندنا زي ما احنا قلنا اربعتاشر عيد سيدي سبعة كبار وسبعة صغار نسمع ونخلي بنا بالحطة اللي جاي بقى اللي انا هقولها دي لقى كل الناس اللي هي بنقول لحد الجملة دي لحد الجزء ده وبعد الحطة دي نلاقي الناس كلها علشان ما يعني مش عارفين اللي احنا هنقوله دوت المناسبة ايه المناسبة ايه فعشان كده احنا عايزينكم تحفظوها كويس عشان لما نيجي تيجي المناسبة بتاعت كل جملة يعني بحنا عارفين احنا بنقول جملة ايه كل الجزء اللي احنا قلنا قلته دلوقتي ده محفوظ كل الناس حافظه لكن الحطة اللي جاية دي تيجي نلاقي كل الناس سكتت كده مفيش غير شماس ولا اتنين تلاتة والشماسة بس هما اللي بيقولوا الجملة عشان عارفين احنا عايزين كل الناس تشارك تبع عارفين احنا الجملة دي بنحطها امتة وليه وعشاني تمام في احنا الجملة دي اللي نقولها تحت الايام ابقورو انت ابقوقو كمان مرة ابقورو انت ابقوقو افطن في ولكني اسموقو كمان مرة ابقورو انت ابقوقو ما بعضين ابقورو انت ابقوقو افطن في ولكني اسموقو يلا كمان مع بعدينا الجملة كلها واكمل الجزء برضا لكل اللي نحن عارفينه تمام؟ نجيب كل اللحنة كله مرد كله من الأول خالص طبعا احنا كلنا عارفين اللحنة ده بتقال انت في ختام القداس بعد ما بيقول يا ملاك هزي السبيحة تمام؟ بنقولها كلا بعد ما نخلص نقول فنسبح مع الملاكة قائلين ونيجي في الآخر بنقول مجد الله في العائل ونبدأ نقول بنقول في العشاية ونقولها في رفع البخور باكر في ختام رفع بخور عشاية وفي ختام رفع بخور باكر وبنقولها في اي اجتماع وابونا موجود في الاجتماع لازم نقول ابونا مش موجود بنختم ختام عادي حسب ما الاجتماع بشغال عشان كلا سموه ختام الصلاوات الاقتماعية مش بتقالف القداس ورفع بخور عشاية وباكر بس لا في اجتماع دلوقتي او في مؤتمر وسيدنا موجود كاهن موجود تمام؟ عابونا موجود فمع اقول سيدنا موجود اختم الاجتماع بتاع تمام؟ نسمع اللحنة كله على بعض امين اللي لويه دوك سابتري كي ايو كي اغيوت نيو ماتي كنكي ايكي استوس ايو نستون ايو نون امين تنو شهول انگو اموس جيوب انشويس اسوس بي خرستوس ابو ارو انته اب او او افتون فهول خنية ثموت خن بي اهو اماشم سوتي امون ووه نينان كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا فلو جيسون امين اسمو اروي اسمو اروي اسمو اروي استيميطان يا كوني ابو الجو ام بي اسمو وكده خلصنا حسيتنا النهاردة نتمنى انتم تحفظوا كويس بحيس ان احنا نشارك مع بعضينا في الصلاة والسلام